نحن نعتقد أن التعليم الأهلي هو مو جزء إضافي هو جزء مكمل للعملية التعليمية في العراق يعني إحنا ما نقدر نستمر كتعليم حكومي بدون وجود التعليم الأهلي الآن أصبح التعليم الأهلي إلى وزن كبير ويسد حاجة السوق المحلية من الخريجين وإستيعاب خريجي لدراسة الإعدادية ويعني بعض الأحيان بعض الكليات الأهلية بعض البرامج أصبحت تفوق الكليات الحكومية فهي تجربة ناجحة يحتاج لها اهتمام وتطوير ونستفاد من عدها كتعليم حكومي التعليم الحكومي والنوع اللي نسمونا long term investment يعني ما يهمنا نشتغل الآن يجينا وقع عشر سنين النتاج مالتنا التعليم الأهلي سريع يريد خلال خمس سنين لازم يحصل النتاج مالتنا فإحنا نقدر نستفاد من هاي الموازنة بنفس الوقت أدى الموارد الكثيرة اللي هي أكثر ومرونة يعني المرونة للتغيير والسريع لاستجابة للواقع فممكن نسوي نوع من التكامل نستفاد من المرونة والإمكانيات المادية اللي يتمتع بها التعليم الأهلي لسد الحاجة على المدى القصير لكن للتخطيط استراتيجي أنا أعتقد أن الجامعات الحكومية لديها القدرة والإمكانية للتخطيط على المدى البعيد وليس فقط على المدى القصير وهذا النوع من التكامل نحتاجه اللي هو عمل سريع وأكو عمل اللي نتوقع على المستقبل اشتركوا في القناة